مساء النور عهد مساء النور على كافة مشاهدي القناة السعودية طبعاً تتميز المدينة المنورة بكثرة المزارع والنخيل وأيضاً تتميز هذه النخيل والمزارع بارتباطها بسيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام طبعاً نتواجد هنا في مزرعة سلمان الفارسي في هذه المنطقة وأيضاً خلفنا بئر الفقير هذا البئر الأثري الذي يرتبط بسيرة الصحابة سلمان الفارسي طبعاً للحديث عن قصة هذا المكان أكثر يسعدنا أن ينضب معنا الأستاذ ياسر رافد الحجيلي وهو الباحث في تاريخ المدينة المنورة في البداية أستاذ ياسر مساء الخير لو تحدثنا عن قصة هذا المكان أكثر هذا المكان الأثري يرتبط بقصة سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه وارضاه ابن الإسلام سلمان الفارسي كان مجوسياً ثم تنصر في الشام ثم أثى المدينة فبيع على اليهود فكان عبداً رضي الله عنه وارضاه كان سلمان الفارسي يعمل في هذه المنطقة مزارعاً فعلم بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى قباء فأسلم منذ قدوم النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم يشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم بدر ولا أحد فرآه عليه الصلاة والسلام فقال كاتب يا سلمان فجاء سلمان إلى سيده اليهودي فكاتبه ليشتري عطقه فكتبه على زرع ثلاثمائة فسيل وأربعمائة درهم وأربعمائة أقية من ذهب فقال عليه الصلاة والسلام للأنصار أعينوا أخاكم فكان الأنصار رضوان الله عليهم كعادتهم في الكرم والجود كان يأتي الرجل بالفسيل ويأتي الآخر بالعشر ويأتي الآخر بالعشرين فجمع الثلاثمائة فسيلة في هذه المنطقة فقال صلى الله عليه وسلم لسيدنا سلمان افقر لنا يا سلمان أي احفر لنا حفرة نزرع فيها تلك الفسائل فحفرها رضي الله عنه وارضاه فجاء صلى الله عليه وسلم إلى هذه المنطقة التي تراها فحفر بيده شأفا فزرع بيده الشريفة ثلاثمائة فسيل فأنتجت من ذلك العام وحرر سلمان رضي الله عنه وارضاه وكان هذا الشق الأول أما الشق الثاني فكان أربعمائة أقية من ذهب جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام بمثل البيضة هدية فقال أين صاحبكم الفارسي فجاء سلمان رضي الله عنه وارضاه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فوضع في يده هذه البيضة من الذهب فقال أقضي سلمان فقال سلمان في قلبه وما تقضي هذه مقابل أربعين أقية من ذهب فجاء سلمان إلى اليهودي فقال فما زلت أقطع له منها حتى وفت الأربعين ثم تحرر رضي الله عنه وأرضاه وانتقل من رقة العبودية إلى مجلس الشورى في مصاف الصحابة رضوان الله عليهم سلمان الفارسي وما أدراك ما سلمان الفارسي خرج في ظلام الليل من المدائن إلى دمشق إلى المدينة فتحرر رضي الله عنه وأرضاه وأصبح في الصف الأول من المشورة وعندما أتت قريش بقضها وقضيضها وعددها وعدتها وحلفائها إلى المدينة في غزوة الخندق قال صلى الله عليه وسلم أشير علي فقال سلمان رضي الله عنه وأرضاه يا رسول الله إنا إذا حصرنا تخندقنا فكانت فكرة الخندق فكرة سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه وغزى مع الصحابة رضان الله عليهم حتى أمره عثمان رضي الله عنه وأرضاه على المدائن التي هرب منها ليلا فأصبح أمير المدائن حتى توفي رضي الله عنه وأرضاه في سنة ثلاث وثلاثين من الهجرة في المدائن رضي الله عنه وأرضاه ساد ياسر الحجيلي وأنت الباحث في تاريخ المدينة شكرا لكم زاك الله خير إن شاء الله شكرا حبيب إذن عهد طبعا هذا المكان الأثري طبعا يتميز بالعديد من المعالم الأثرية التي ترتبط بعضها في سيرة النبي محمد صلى الله وبصحبه الكرام